ناس كتير بتعاني من حسية الصدر وناس كتير بتبقى طبعا مش قادرة تاخد نفسها نتيجة انها عندها حسية الصدر نتيجة انه كان عنده حاجة زي كده من الصغر او تعرض لربو شعبي او تعرض لالتهابات او كذا او كذا او كذا هيكون معنا نهاردة الدكتور علي السلوسي ويكلمنا عن دور العلاج بالاكسجين النشط لحسية الصدر هل ده بيفيده لو بيفيدش تفضل لدكتور علي بسم الله طبعا الحسية الصدر عبارة عن سباية رئيسة ان الجسم فيه خلل في المناعة بتاعته فيه مشكلة عنده في التمثيل الغذائي او في المناعة بتاعته فبيتدي يتعامل مع اي جسم غريب سواء كانت بيرفن ريحت بيرفن مثلا غريبة شوية او ابخرة او ادخنة او غبار اي عامل خارجي بيبتدي يتعامل معها لأساس ان هي جسم دار فبيبتدي يفرز اجسام مضادة عشان تقاوم هذا الجسم الدار لأجسام المضادة دي طبعا بتاعته تظهر بقى الاعراض الحساسية على الجسم تبقى طبعا ضرج جدا للجسم بيبتدي بقى الجسم يكون شكل من اشكال المناعة او الدفاع عن الجسم بيحصل بقى اللي هو التورم في الشعب الهوائية يحصل دي في التنفس بالتالي المريض يبتدي يحس بقى انه باختناء صدره بيزيق مش قادر ياخد نفسه بيبتدي يلجأ للبخاخات والاقراس وكلام ده كله طيب الاكسجين ناشط بيعمل ايه في حالة حسية الصدر الاكسجين ناشط بيعمل حاجة ضريفة جدا بيعمل بيشتغل على كذا محور المحور الاول انه هو بيقلل من افراز هذه الاكسام المضادة الضرة تاني حاجة بيفرز بيقلل من يعني او بمعنى اصح بيفرز مواد بتؤكسد الحاجة اسمها المضادات الالتهاب يعني بيأكسد اللي هي المواد المسببة للالتهاب فبيوليه اثر مضاد للالتهاب فبيقلل التورم والالتهاب الموجود في الشعب الهوائية في نفس الوقت بيفرز حاجة اسمها انزيمات مضادة بتعمل على زيادة مناعة الجسم وبيعمل حاجة اسمها كده زي امينو موديوليشن بيضبط المناعة بتاعت الجسم يعني بيخلي المناعة تتوجه صح بدل ما هي بتحسب الجسم الغريب ده انه هو الريحة الغريبة او البرفين او الاكل او الشرب فيه ناس بيجلبها حت� textbooks لو كانوا شرب ولبن كانوا حاجة معينة بيعمل امينو موديوليشن بييضبط المناعة بتاعت الجسم بحيس ان هي تحسن الاستجابة أو الرياكشن أو ما تعتبرش الجسم الغريب ده أو البخار أو الأكل أو الغذاء أو المشروب اللي الإنسان بيتناوله ما يحتروش جسم ضار فبالتالي يبتدي يفرز الأجسام اللي هي الأجسام المضادة اللي قلنا عليها فهو بيشغل على كده بيشغل على المناعة بتاعت الجسم الإنسان بيشغل على الأجسام المضادة بيقللها بيشغل كأنتي إنفلماتوري إن هو مضاد للتهاب والتورم اللي بيحصل عنه أو بيانتج عنه تورم في الشعب الهوائية وديق في الشعب الهوائية وبالتالي الإنسان بيحس بديق في التنفس أنا معي مرضى الحمد لله فضل الله يعني المريض ممكن يبقى بقى له 20 أو 30 سنة ماشي على البخاخة ممكن في خلال سبوعين ثلاثة ودي حقيقة فعلاً في خلال سبوعين ثلاثة يعني يبطل بخاخة تماماً يبطلها نهائي ولا فترة لا نهائي أنا معي حالة دلوقتي وهيبقى فيها تقريب مصور برضو إن شاء الله أن أعرض على السادة المشاهدين حاجة و70 سنة 74 سنة أو 75 سنة وبقى له حالة 25 سنة بخاخة وأقراس وكده خدت 12 جلسة من الأكسجين ناشية متتالين كل يوم جلسة نعم هي بتقولي بعد الـ 12 جلسة أنا خلاص استغنت عن البخاخة خالص هو يعني آه فهو الحمد لله فضل الله نسبة نجاح الأكسجين ناشية في علاج حاسية الصدر بتتخطى 90% في الأطفال وبتتخطى 80% في الكبار طب يعني كده بالنسبة للناس اللي هم عنهم حاسية الصدر وبستخدموا البخاخة باستمرار ويكون البخاخة دي مثلا مدايقاهم أو حاجة زي كده من ممكن جدا برضو لو هو تابع دي الفقرة وفقرة اللي هو العلاج بالأكسجين ناشط لحاسية الصدر طبعا ده على اعتبار أنه هو بيدخل دم بشكل فيه نسبة أكسجين عالية للرئة فبالتالي بتتحسن الأسألة تمام هو بيعالج زي ما نحن نقول أنه هو بيحسن المناعة بتاعت الجسم بيقلل إفراز للأكسام المضادة وفي نفس الوقت بيشتغل على خلايا نفسها بأنتينفلماتري مضاد للاتهاب بتاعها للاتهابات والتورنة وبييزبط المناعة بتاعت الجسم بحسن المناعة ما تأخدش رد فعلي عدائي ده أي جسم خارجي عادي اللي هو سواء برفان أو بخار أو روائح أو أكل أو شرب فبيزبط المناعة بحسن المناعة تتعامل مع الأكسام دي بشكل طبيعي زي أي إنسان طبيعي عادي يعني تمام يعني في هي استمتعنا برضو في هذه الفقرة البسيطة رغم أنها بسيطة لكنها معلوماتها قوية جدا الناس اللي هي عندها حسية الصدر أو جويب أمفية أو نقول حسية الصدر بناردى كلمة حسية الصدر إن شاء الله بذل الله أنه فيه طريق آخر أو سبل أخرى للعلاج بالنسبة لحسية الصدر لبعض الناس بتاخذ البخاخة باستمرار والكلام ده كله ده بديئهم أو بيكون عندها ضيغ تنفس أو نتيجة الأتربة والدخان وحاجات والتلوث إن شاء الله بذل الله بيقول أن بقوله دكتور علي وقدمت على مسؤولته طبعا أن العلاج بالأكسوجين النشط هو العلاج الأمسل لهذه الحالات ولهذه الأمور إن شاء الله بذل الله نأمل أن تكونوا تابعتوا هذه الفقرة واستفدتوا بشكل جيد في نهاية الفقرة دكتور علي بشكر حضرتك شكرا جزيلا عفوا شكرا في نهاية اللقاء الشكر موصول للدكتور علي السنوسي استشاري العلاج بالأكسوجين النشط شكرا مرة تانية وشكرا لكم على طيب المتابعة ولفريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى